وتابعنا وشاهدتوا ايانا شوط الشلفة شوط الشلفة ذهبت مع سرابة للسيد راشد بن سعيد الرميذي وهو شوط الجعدان شوط الخنجر ينطلق في هذه اللحظات شوط الخنجر بالإضافة للخنجر هناك سيارة رنجروفر مغدمة للمركز الأول انطلاق موفق انطلاق سليم التابعونا عبر غنات الريان وغنات دوباي ريسنغ وانتابعوا اياكم مغدمة هذا الشوط الشقب في المركز الأول للسيد حمد بن طالب بن عمار اللي في مغدمة هذا الشوط النودر في المركز الثاني للسيد راشد بن جعفر بن مرخان الاجتبي وفي المركز الثالث هملول للسيد فهيد بن راشد بن سعيد المري وفي المركز الرابع مدهش في المركز الرابع للسيد سعيد بن محمد بالشيلة العامري وفي المركز الخامس الغربي الغربي للسيد محمد بن زايد بن محمد المنصوري هذا اول نداء للمراكز الخمس الأوائل والدرع لا زال لكن الشقب الشقب لا زال في مقدمة هذا الشوط للسيد حمد بن طالب بن عمار على مقدمة هذا الشوط مدهش بدأ يتسلل بدأ يغير ويندفع إلى مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن محمد بالشيلة العامري في المركز الأول المركز الثاني الشقب للسيد حمد بن طالب بن عمار وفي المركز الثالث النادر للسيد راشد بن جعفر بن مرخان الاجتبي وفي المركز الرتوف المركز الرابع شاهيل للسيد فهد بوذروة المري وفي المركز الخامس المركز الخامس رحملول للسيد فهد بن راشد بن سعيد بالرايح المري هذا ثاني ندى هذا ثاني ندى ومدهش على مقدمة هذا الشوء يا السلام يا مدهش على هذا الأداء والركض تلغاي والعر تلغاي على مقدمة هذا الشوت ها هو مدهش للسيد سعيد بن محمد بالشيلة العامري على مقدمة هذا الشوت مع مدهش يبا يدهش الجميع بعروضها الطيبة في هذا المساء وفي هذا المهرجان الختامي نشوف الشقب في المركز الثاني للسيد حمد بن طالب بن عمارة وفي المركز الثالث شاهين للسيد فهيد بن دروة المري وفي المركز الرابع المركز الرابع النادر للسيد راشد بن جعفر بن مرخان الاجتبي وفي المركز الخامس هاملون للسيد فهيد بن راشد بن رايح المري نرجع و اياكم الى مدهش مدهش لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوف يبا الخنجر يبا السيارة الرنجروفر يا السلام يبا يعبر بها الحدود الى هالي دولة الامارات العربية المتحدة مثل ما عبرت سرابة في الشلفة الى هالي دولة الامارات و الى هالي السمحة ها هو مدهش على مقدمة هذا الشوف لا زال يرقص على المقدمة بدون أي أوامر تذكر من المالك والمضمر والمدرب والذي يقومه بالعناية التامة لدى مدهش السيد سعيد بن محمد بن جيلة العامري وفي المركز الثاني الشقاب في المركز الثاني للسيد عمد بن طالب بن عمارة المركز الثالث شاحين للسيد فعد بن ذروة المري دخول على المراكز المتقدمة هرى التسلل من محبوب ولا موال موال يبقى يعزم موال على مخدمتي هذا الشوق ها هو موال للسيد للسيد شعيل بن عبدالله بن حمران المري وفي المركز الخامس محبوب وصل محبوب في المركز الخامس للسيد حيان بن مطار بن حال اللي اجتبه يا حبدو حباه للمراكز المتقدمة يا سلام على هذا الشوق وعلى مدهش لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات على مقدمة هذا الشوق مدهش للسيد سعيد بن محمد بن شيل العامري بدأ يتجاوز لوحة الكيلو متر الاخير يا سلام محبوب غادب محبوب محبوب يحب حباه للمراكز الأولية يحب حباه للخنجر والسيارة يا سلام مدهش ومحبوب وأيضا قدوم قوي من الزيب لسيد سعيد بن مدفر بن محمد العامري بدأ يكشر عن نيابة يا سلام المركز الثالث المركز الثالث موال موال عنده موال موال في المركز الثالث سيد علام بن عبد الله بالحمر المري على المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس الغربي للسيد محمد بن زايد المنطوري نرجع إلى محبوب محبوب على المقدمة محبوب محبوب والفيصل وصل الفيصل وعراء ايضا هنا يا سلام يا سلام الغربي الغربي يبا يغرب الغربي ومحبوب والفيصل المعركة شديدة المعركة طعنة على مقدمة هذا الشوء الفيصل والغربي الفيصل والغربي الغربي 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 بدأ يغرب بدأ يغرب والهوى غربي والهوى مغيم اليوم ها هو الغربي مع الغربي السلام السلام عليكم يا أهل الغربية وأسعد الله بساكم بكل خير وبكل محبة مع الخنجر مع السيارة رنجروفر تهانين للسيد محمد بن زايد المنصوري المركز الثاني حبشار للسيد محمد بن زايد المنصوري المركز الثالث محبوب للسيد حياب بن مطر بن حادل اجتبيل المركز الرابع الفيصل للسيد حمد بن بخيت بن علي البريدي المري وفي المركز الخامس المركز الخامس النيب للسيد سعيد بن مضفر بن محمد العامري ياهو شوط استمرت التغييرات حتى خط النهاية ها هي اعادة ساعة انطلاقة هذا الشوط يا السلام والتسللات حتى خط النهاية وقدر الغربي انه ينتزع الخنجر ينتزع الفوز بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار هذه السلامات لدولة الامارات واهالي الغربية خاطع مسافة الاربع كيلو متر في زمن وقدرة خمس دقائق ست وخمسين ثماني وثلاثين جزء من الثانية تهانين للسيد محمد بن زايد بن محمد المنصوري والذي وصل في المركز الثاني حبشان ايضا خمس دقائق سبع وخمسين عربعة عشر جزء من الثانية تهانين للسيد محمد بن زايد المنصوري والذي وصل في المركز الثالث محبوب خمس دقائق سبع وخمسين ست وعشرين جزء من الثانية تهانين للسيد حياب بن مطار بن حاذة الاجتبي تهانين للجميع الذي فازه في المراكز العشر الأوائل